بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم الآن في الوحدة الأولى في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي بعنوان المفاهيم الأساسية الاقتصاد الكلي هنستعرض الآن بعض المفاهيم الأساسية في هذه المادة أولى هذه المفاهيم هو تعريف علم الاقتصاد بالنسبة لعلم الاقتصاد ما هو إلا علم إنساني أو علم اجتماعي يهتم بكيفية الاستغلال الأمثل للموارد النادرة لإجباع الحاجات الإنسانية غير المحدودة والمستمرة وهو تعريف روبينز ثاني هذه المفاهيم هنتكلم عن التحليل الاقتصادي الجزئي والفرق بينه وبين التحليل الاقتصادي الكلي بالنسبة للتحليل الاقتصادي الكلي اهتم بالظواهر الاقتصادية الفردية والجزئية مثل سلوك الفرض المستهلك أو الأسرة الوحيدة أو المنشأة أو المنتج الفرض وكيفية توازن المستهلك الفرض أو توازن المنتج الفرض هذا فيما يتعلق بالاقتصاد الجزئي الذي يهتم بتفسير الظواهر الاقتصادية الجزئية سواء كانت على مستوى الاستهلاك أو على مستوى الانتاج أما التحليل الاقتصادي الكلي فهو يتناول الظواهر الاقتصادية الكلية على المستوى الاقتصاد القومي زي مثلا ظاهرة البطالة، ظاهرة التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار مثلاً مؤشرات النتج القومي، طرق قياس النشاط الاقتصادي، توازن الدخل القومي هذه الظواهر هي مجال علم الاقتصاد الكل بعد كده عندنا مفهوم الفرق بين نظرية الاقتصادية والسياسة الاقتصادية النظرية الاقتصادية ما هي إلى مجموعة من القواعد والمبادئ والقوانين التي تكون بمثابة مرشد في اتخاذ القرارات الاقتصادية والنظرية الاقتصادية بشكل عام تتكون كغيرها من أي نظرية علمية من ثلاثة أجزاء الجزء الأول مجموعة من التعاريف والمقصود بها مجموعة من التعبيرات والمفاهيم المستخدمة والجزء الثاني مجموعة من الفروض الشرطية والتي تحدد الظروف التي لابد من توفرها حتى تنطبق النظرية والجزء الثالث من النظرية الاقتصادية وهو الفروض الاحتمالية عن كيفية سلوك هذه الظواهر وحتى تكتمل النظرية الاقتصادية بشكل عام لابد من اختبار هذه الفروض لمعرفة مدى صحة أو خطأ أو مدى قبول أو رفض هذه النظرية المفهوم اللي بعد كده عن السياسة الاقتصادية والسياسة الاقتصادية ما هي الا قرارات اقتصادية معينة يتم اتخاذها في ظل ظروف معينة وتتعدد السياسة الاقتصادية على النحو التالي هناك السياسة المالية وهناك السياسة النقدية السياسة المالية ما هي الا مجموعة معينة من السياسات تتعلق بالانفاق الحكومي والسياسات الخاصة بالدرائب اما السياسات النقدية ما هي الا مجموعة معينة من السياسات يستخدمها البنك المركزي أو في بعض الدول زي المملكة العربية السعودية يطلق عليها مؤسسة النقد العربية السعودية هذه السياسات التي يستخدمها البنك المركزي زي سياسة سعر الفايدة والإصدار النقد الجديد أو السوق المفتوحة وتغير سعر إعادة الخاص بكل هذه السياسات يطلق عليها السياسة النقدية والهدف منها في النهاية هو التحكم في عرض النقود السياسة الثالثة هي سياسات التجارة الخارجية وما هي إلا مجموعة معينة من السياسات تتعلق بالتدخل الحكومي في التجارة الخارجية وفي التحكم أو في معدلات سعر الصرف بما يؤثر في النهاية في التجارة الخارجية عندنا بعد كده حاجة اسمها سياسات الدخول وبالنسبة لسياسات الدخول ما هي إلا مجموعة برضو معينة من السياسات تتعلق بإعادة توزيع الدخل مثل السياسات الخاصة بالحدين الأضنى والأقصى للغور عندنا بعد كده ممكن نعمل مزج بين أكثر من سياسة اقتصادية كلية في أنواح بالنسبة لأهم أهداف الاقتصاد الكلي يمكن أن نستعرض أهم هذه الأهداف على النحو التالي في مجال الإنتاج يهدف الاقتصاد الكلي إلى تحقيق معدل عالي طبيعي من الانتاج الحقيقي ويقاص الانتاج الإجمالي عادة بالنتج المحلي الإجمالي وهو GDP وهو المقياس الأساسي طبعا للاقتصاد الكلي ويهدف الاقتصاد من خلاله إلى الوصول إلى استقرار الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية وهو ده اللي بيهمنا طبعا أكثر من القيم النقدية طبعا لتجنب أثر التدخل بالنسبة لمجال الإعمال يهدف الاقتصاد بشكل عام إلى تحقيق معدل عالي من العمالة وبالتالي مواجهة مشكلة البطالة ونلاحظ في هذا المجال أن الحكومات بتسخر كل إمكانياتها لتحقيق معدلات منخفضة البطالة أو بالعكس يعني تحقيق معدل عالي جدا من التوزن الهدف اللي بعد كده هو تحقيق معدلات مستقر الأسعار أو ما يقال عنهم مواجهة مشكلة التضخم ولكن ليس المقصود من هذا الهدف أن نثبت التضخم أو أن نعمل تثبيت مطلق في المستوى العام للأسعار ولكن المقصود هو تحقيق الاستقرار في المعادل عام للأسعار الهدف اللي بعد كده يهدف إليه الاقتصاد الكلي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الأجنبي وذلك بما يساهم في استقرار التجارة الخارجية بشكل عام الهدف اللي بعد كده دراسة العلاقة بين الأهداف الاقتصادية المختلفة وبما يتيح إمكانية الإحلال فيما بينها وعلى سبيل المثال هل من الممكن أن نقوم بعملية من الإحلال بين استقرار معدل عام للأسعار من ناحية وتحقيق معدل عالي من العمالة على اعتبار أن فيه بعض نظرات الاقتصادية تقول أن من أجل أن نقضي على مشكلة البطالة لابد أن نسمح بعض الشيء بإحداث نوع من التضخم في المجتمع فهنشوف مثل هذه الأشياء في سنة مقررنا بإذن الله الهدف اللي بعد كده تحقيق التوازن في التجارة الخارجية بين الصادرات والواردات وهذا الهدف له تأسير مباشر على الميزان التجاري وميزان المدفوعات الهدف اللي بعد كده وهو الموازنة أي إحداث نوع من التوازن بينها الأهداف طويلة الأجل والأهداف قاصرة الأجل فيما يتعلق بما ذكره سابقا المفهوم التالي الآن اللي هنتحدث عنه وهو مفهوم الطلب الكلي والعرض الكلي الطلب الكلي ما هو إلا إجبال الإنفاق المخطط في اقتصاد معين على الاستهلاق والاستثمار أما العرض الكلي ما هو إلا مجموعة السلع والخدمات التي أنتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة وعادة أن تكون هذه الفترة الزمنية اعتاد الاقتصادين أن تكون هذه الفترة سنة ويتحقق التوازن العام في الاقتصاد بتساوي الكفتين اللي هو الطلب الكلي والعرض الكلي فإذا زاد الطلب عن العرض فإذا زاد الطلب عن العرض أدى ذلك إلى حدوث ما يسمى بالتضخم وإذا زاد الطلب أما إذا حدث يعني قصور في الطلب عن عرض التوازن الكامل فسؤاد ذلك إلى حدوث الرقود أو ما يسمى بالكساب المصطلح اللي بعد كده اللي هو تضفق والرصيد بالنسبة للتضفق اللي هو الفلوه هو عبارة عن التغير خلال فترة زمنية معينة وهو كمية لا يمكن قياسها إلا خلال فترة زمنية معينة زي ما بنقول مثلا التغيرات التي تحدث في الداخل التغيرات التي تحدث في الإنفاق والإستهلاك كلها تضفقات أما فكل مثل هذه المصطلحات هي تضفقات المصطلح الثاني اللي هو الاستوكل والرصيد هو كمية سابتة في لحظة زمنية معينة يعني مثل الثروة مثل رأس المال مثل مستوى التوظف كل هذه أرصيدة أما الدخل والإنفاق والإستهلاك فهي متغيرات تمثل تضفقات أو طيرات يبقى إذن التضفق هو تغير خلال فترة زمنية معينة أما الرصيد ما هو إلا كمية سابتة في لحظة زمنية معينة وعلى هذا نقول أن التغير الذي يحدث في الدخل مثلا أو التغير الذي يحدث في الاستهلاك مثلا نطلق عليه لفظ التضفق أما رصيد الثروة أما رصيد رأس المال أما مستوى التوظف في لحظة زمنية معينة نطلق عليه الرصيد نطلق عليه مصطلح الرصيد عندنا المصطلح اللي بعد كده المتحقق والمتوقع والرصيد المتحقق هو ما تم تحقيقه فعلا في الاقتصاد القومي لذا يطلق عليه أحيانا الفعلي أما المتوقع هو متوقع تحقيقه لاحقا أما المخطط هو ما ينوى أو يزمع تحقيقه فهناخد مثال بسيط على الاستصمار بنقول الاستصمار الخاص المخطط مثلا عبارة عن قيمة الاستصمارات التي يرغب رجال الأعمال في تقدمها أما الاستصمار المتحقق فيتمثل في قيمة الاستصمارات الفعلية التي قدمها رجال الأعمال بالفعل أما الاستصمارات المتوقعة هي متوقعة أن يقدمه رجال الأعمال في المستقبل بعد كده بنتكلم عن الدخل والثروة بالنسبة لي الدخل والثروة الدخل هو تضفق نقض يخلق قوة شرائية لدى الفرد يبقى هو تضفق يبقى الدخل ما هو إلا تضفق وليس رصيد أما الثروة هي رصيد الفرد في لحظة زمنية معينة هذا هو الفرق بين الدخل والثروة الدخل هو تضفق أما الثروة فهي رصيد آخر حاجة بنتعرض فيها بشكل سريع في هذه الوحدة اللي هي النمازج الاقتصادية والنموذج الاقتصادي ما هو إلا مجموعة معينة من العلاقات توضع في شكل سياغ رياضية وهناك أنواع عديدة جدا من النمازج مثل النمازج الوصفية والمعيارية والساكنة والمقارنة والكلية والجزئية وهناك ما يسمى بالنمازج القياسية ونمازج الرياضية إذن النموذج ما هو إلا مجموعة معينة من العلاقات الاقتصادية والتي توضع في شكل رياضي وأشهر طبعا النمازج الاقتصادية الرياضية والقياسية فيه بعد كده مفهوم معادلات النموذج النموذج الاقتصادي يحتوي على كثير من المعادلات والتي تعرف بالمعادلات الهيكلية وتنقسم هذه المعادلات الهيكلية بدورها إلى معادلات سلوكية ومعادلات تعرفية والمعادلات السلوكية تعبر عن علاقة دلية بين المتغيرات مثل دلة الاستهلاك أو دلة الاستثمار يبقى إذن دلة الاستهلاك ودلة الاستثمار ما هي إلا معادلات سلوكية أما المعادلة التعرفية فهي معادلة تعبر عن علاقة اقتصادية ناتجة عن تعريف مصطلح زي معادلة الدخل للقوم المفهوم اللي بعد كده اللي هو متغيرات النموذج بالنسبة لمتغيرات النموذج بنقول إن عندنا المعادلات النموذج الاقتصادي المعادلات ذاتها تحتوي على مجموعة معينة من المتغيرات مجموعة متعينة من المتغيرات وتنقسم هذه المتغيرات إلى متغيرات داخلية تتحدد أساسا عن طريق النموذج ومتغيرات محددة مسبقا وهذه المتغيرات المحددة مسبقا تنقسم بدورها إلى قسمين الكسم الأول وهو المتغيرات الخارجية زي الضرائب مثلا عزبيل بزال الضرائب أو سعر الفايدة والإنفاقة الحكومة فهي متغيرات تتحدد من خارج النموذج وليس من داخله التي تتحدد من داخل النموذج تسمى بمتغيرات الداخلية أما التي تتحدد من خارج النموذج يطلق عليها متغيرات خارجية هذا الكسم الأول من متغيرات المحددة مسبقا فقالنا المتغيرات النموذج بشكل عام تنقصب إلى متغيرات داخلية ألف متغيرات داخلية وباء متغيرات محددة مسبقة المتغيرات المحددة مسبقة تنقسم بدورها إلى متغيرات خارجية زي الضرائب وسعر الفايدة والنفاق الحكومي وإلى متغيرات داخلية ولكنها محددة في فترات سابقة ومثال ذلك الدخل القومي للفترات السابقة